السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا سهلا بك وطلاب تلتة سنوية نكمل مع بعض حل كتاب الوافي الفصل الاول درس التالت خدنا الجزء بتاع النظري والاختيار من المتعدد بعد كده الاسئلة المتنوعة اول سؤال جايب دايرة فيها بطريطين وقال ان ال VB تلاتة اكبر من ال VB اتنين ده VB اتنين و VB تلاتة عاوز قراءة الفولتاميتر الاول والتاني والتالت ده الاول وده التاني وده التالت الفولتاميتر ماذا بنجي نجيب الكراءة بتاعته بنشوفه موجود فين موجود على بطارية ولا موجود على مقاومة الفولتاميتر الاول هو المطلوب الاول ما توصل على المقاومة فهو بقيس الطيار تولي في المقاومة في المقاومة يعني يساوي المقاومة بتاعته اما Vb تلاتة دول فرق الجهد على طرفهاي بطاريتين. ال V2 هو اللي على البطارية رقم اتنين. طب. التلاتة اكبر من اللي اتنين يعني دي اكبر من دي. طب هل هم نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه? هنا لو انت ماشي كده في الاتجاه ده فانت تدخل سالب تخرج موجب. هنا تدخل موجب بتخرج سالب فالاتنين عكس بعض. يعني في واحدة بتشحن واحدة بتتشحن. مين الاجبر? ال VB تلاتة اكبر. يبقى ال VB تلاتة دي بتشحن. وال VB اتنين بتتشحن. يعني ال VB تعتبر بتستهلك زيها زي اي مقاومة. فبالتالي VB اتنين فرق الجهد بتاعها بتجمع مع جهد البطارية جهد المقاومة الداخلية. اما اللي بتشحن اللي هي بتشحن غيرها يعني مش هي اللي بتشحن نفسها. بتشحن غيرها يعني هي بتدي للبطارية تانية فدي بقى فيها فقد في الجهد. فال VB اتنين. اللي هي على البطارية اللي بتتشحن هيكون زائد اي اتنين. اما اللي على البطارية التالتة فيكون دي طبعا تلاتة ودي اتنين. هنا بقى تكون تلاتة هي اللي بتشحن يعني بيحصل فيها فقد في الار تلاتة. اي ار تلاتة. الاي في كله طبعا حاجة واحدة. بعد كده بقى بيسأل ايه لا يحصل لقرية كل جهاز من الفولتامترات دول عند نقص المقاومة المتغيرة. نقص المقاومة المتغيرة بيؤدي الى نقص المقاومة الكلية بيؤدي الى زيادة الطيار الكلي. فشوف الطيار لما تزوده في كل جزء من دول ايه لا يحصل? هنا الطيار لو زاد هيزود ال V واحد. هنا الطيار لو زاد دول مجموعين على بعض فانت زودت جزء بقى ال V اتنين برضو هتزيد. اما هنا انت بتزود الفقد. يعني الحاجة اللي مقدار اللي هيزيد. يعني هتنقص هتخسر اكتر. فبالتالي ما تخسر اكتر يبقى فرق الجهود التالت ده اللي هيقل. يبقى V واحد و V اتنين هيزدادوا. اما V تلاتة هتقل. بعد كده المسألة على رقم اتنين. من الدائرة الكاربية الموضحة بالشكل اكتبوا الى رقم بين قراءة كل من V واحد و V اتنين وشدة الطيار المر بالدائرة I. ده جزء. ثم استنتج ماذا يحدث للي بقراءتهم عند زيادة قيمة المقاومة بتاع ريوستات يعني نفس السؤال اللي فوق. ال V واحد على بطارية. ال V اتنين على مقاومة. نبقى ال V واحد القانون بتاعه هيكون ال V بي بس ناقص ال I R اللي طالما فيها R سمول لما فيش R دي ما كانتش موجودة كانت تبقى ال V بس لما فيش مقاومة داخلية. طيب ال V اتنين ده على بطارية على مقاومة. فبالتالي بيس الطيار في المقاومة يعني I R. ده كده ال V واحد وال V اتنين. طيب. إيه اللي هيحصل لل V واحد وال V اتنين عند زيادة المقاومة. المقاومة دي توالي المتغيرة دي توالي مع الدايرة. فبالتالي زيادة المقاومة معناها نقص الطيار. نقص الطيار يعني نقص الجزء المفقود يعني زيادة البلطوميتر الاولاني. نقص الطيار ترضي مع فرق الجهود التاني بقى البلطوميتر التاني هيقل زي الطيار. اما الاولاني هيزداد. بعد كده بقول لك عند مفتاح كقرائة الفي واحد والفيتنين. فتحت المفتاح يعني ما فيش طيار يعني الاي بصفر. حط هنا الاي بصفر. بي تبقى لك ان الفي واحد هتساوي الفي بي. طب هنا حط الاي بصفر يتبقى لك ان الفي تنين بتساوي صفر. كلام ده كله زي السؤال الاولين والتاني زي اللي احنا ينهو في الشرح بالزبط. وبعد كده السؤال التالت بيقول في الدايارة المضحعة بالشكل ماذا يحدث لقرائة الاميتر والفولتاميتر عند غالق المفتاح مع التعليل. مع غالق المفتاح يعني انت سيبك من المفتاح هو اعتبره مفتوح يعني موليش وجود اساسا. والطرافين بتقول الفولتاميتر دول منهمش وجود يعني السلكين دول منهمش ايا لازمة خالص. يبقى دايرة كلها بطارية وانقومتين توالي. يعني لو فرطت ان البطارية بتساوي فبالتالي الطيار الكل عندك هيساوي الار واحد زائد. لأ هتساوي البي على الار واحد زائد الار اتنين. قوة دفع كهربية على مجموعة المقاومات. طيب لما انت تقفل المفتاح ايه لا يحصل? لو قفلت المفتاح ده سلك فاضي وصلته على التوازي مع مقاومة ار اتنين. يعني لغاية المقاومة ار اتنين خالص. الطيارة يمشي في المقاومة ار واحد ويجي في السلك بتاع ار اتنين ويعدي. فبالتالي المقاومة بقت ار واحد بس. فبالتالي الطيار بقى الفي بي على ار واحد. طيب ده معناية انت كنت بتقسم مسلا هنا. لو فرطنا ادي اتنين مثلا ودي تلاتة فانت كنت بتقسم هنا على خمسة اما هنا شلت التلاتة ان هنا بتقسم على اتنين. يعني نفرض ان دي مثلا الفي بي بي خمسة بتقسم على الخمسة يديك طيار بواحد. طيب هنا خمسة هتقسم على الاتنين تديك اتنين ونص يبقى بطيار زاد. يبقى اول حاجة يزداد. طيب تاني حاجة الفولتاميتر الفولتاميتر ده بيس فرق جهد مقاومة. فرق جهد مقاومة بيساوي في المقاومة. مقاومة سابتة. الطيار زاد. بالاميتر زاد. فبالتالي فرق الجهد هيزدار. ايه هو التعليل? هتقول عندها عند قلق المفتاح يتم توصيل سلك عديد من مقاومة مع مقاومة توازي مع مقاومة اتنين. فبالتالي يلجأ عملها. او لا يمر بها طيار. وبالتالي تصبح المقاومة كلها ارواحد فقط. فتقل المقاومة. فيزداد الطيار. فتزاد كراءة الاميتر. وبالتالي تزداد كراءة الولتاميتر. تبقى من العلاقة دي والعلاقة دي. سؤال رقم بقى اربعة. اي سؤال في فيديوهات احنا حلناها قبل كده مش هنحله تاني. يعني كتاب المدرسة. ويدليل التقويم. وامتحانات احنا حلنا قبل كده مش هنحلها تاني. الامتحانات اللي موجودة من السنة اللي فاتت اللي هي الامتحانات التجربية بتاعت الفين وتمنتاشر. وامتحانات الفين وسبعتاشر كلها. السنوية عامة دور اول وتاني وازهر اول وتاني موجودين على القناة. فبالتالي مش هنحلها تاني. عشان بس ما نطاولش في وقت الفيديو ونضيع وقت. بعد كده السؤال الرقم خمسة. وضح ماذا يحدث لقراءة كل من الفلتاميتران. في واحد وفي اتنين عند غلق المفتاح ك وزيادة ار واحد. طيب عندنا ايه في الدايرة هنا? هنا هي دي حالة واحدة مش حالتين. يعني غلق وزيادة دي حاجة واحدة. يعني تقفل المفتاح وتزود المقاومة دي. طيب لو المفتاح كان مفتوح. فلتاميتر المقاومة كان صفر. بقى ده في البداية كان صفر. والفلتاميتر بتاع البطارية كان في بي. على طول انت من غير ما تحسب اي حاجة خالص. انت عارف ان عارف ان البلتاميتر ده اللي على البطارية والمفتاح مفتوح كان بيس قيمة عظمى فلو قفلت المفتاح هيمر طيار فيحصل فقد فبالتالي ده هيقل. ليه? لانه هيبقى في الحالة التانية ناقص الاي ار. وي لما تقفل ده هيمر طيار في المقاومة ار اتنين فيبقى فيه فرق جهدنا بيساوي الاي ار اتنين. فبالتالي ده بيقل وده بيزداد. طيب ايه الاجابة اللي انت هتقولها. هتقولي عند غالبك المفتاح وزيادة المقاومة. اللي بيحصل? يمر طيار في الدائرة. وبالتالي يتم فقد جزء من قوة دفع كهربائية للبطارية. وتكتب له القانون ده. ال في هتساوي ال في بي ناصل اي ار. فبالتالي لكل فرق الجهد بين اطرافها البطارية. ويزداد فرق الجهد بين اطرافها المقاومة لمرور طيار فيها. تبقى للعقل في بتساوي اي ار. لانك لما بتزود المقاومة بتزود الاي فبتزود الفي. ده كده السؤال الخامس. السؤال السادس لغاية التاسع. حلينهم برضو في الامتحانات التجربية. رقم ستة وسبعة وتمانية في الامتحان التجربية افين وتمانتاشر. ورقم تسعة في امتحان مصر الدور تاني. بكل اللينكات هعمل لكم في الفيديو برضو عشان اللي مش عارفة. بعد كده نجي للمسائل اول مسألة. بيقول وصلت المقاومات السلاس خمسة وعشرين وسبعين واربعة وتمانين قوم على التوالي. مع بطارية كواتها دفع كهربية خمسة واربعين فولت. يعني البي بي خمسة وربعين فولت. والمقاومة الداخلية لها بواحد. شدة الطائر المر في كل من المقاومات السلاس دول التوالي يعني هو عائز الطائر كلي. طيب الطائر الكل بنحسبه من قانون القوم لدائر المعلقة بسابق قوة دفع كهربية على مقموع من قومات. الأر كليا الخارجية زياد الار الداخلية. قوة دفع كهربية بخمسة واربعين. مقاومات خمسة وعشرين. وسبعين. واربعة وتمانين. وواحد داخلية. نشوف النتج ده هيطلع بكام. هيطلع خمسة وعشرين من مية. بشد الطيار بالانبير. ده كده الطيار الكلي في كل المقاومات. وعلى كده عز فرق جهد كل مقاومة. دي مقاومات توالي ماشي فيها الطيار الكلي. فبالتالي فرق الجهد على كل مقاومة بيساوي بالار. فالار او خمسة وعشرين من مية. تدربها في المقاومة الاولانية اللي هي خمسة وعشرين. خمسة وعشرين فخمسة وعشرين. ستمية خمسة وعشرين والعلمة بعد الرقمين بقى ستة خمسة وعشرين من مية دولت. اما فرق الجهد التاني يكون ربع في سبعين. يعني سبعين على ربعة تدينا كان. تطلع سبعتاشر ونص بلط. دايما انه متى بتحل ما تكتبش الارقام وتقوم تشايف النتج وكاتبه. لأ اكتب وعوض وشوف النتجة لها صحة ولا لط. يعني ممكن المسألة تكون بينها لك سهلة عادي وبعد كده ما تجي تحلي تلاقي فيه عنده بلطة. في البيه تلاتة هتبقى ربع فيه الاربعة وتمانين. اربعة وتمانين على الاربعة يعني واحد وعشرين بلط. اه بعد كده مسألة تانية احنا في كتاب المدرسة اسئلة كتاب المدرسة انا عاملها فيديو في واحد ان شاء الله كمان يوم او اتنين. اه في المزاكرة برضو اعملها لكم في لنك ان شاء الله في الفيديو بتاعها. مزاكرة كتاب المدرسة في فيديوها الكتاب المدرسة ودليل التقوين مع دليل التقوين. سؤال الثالث قوامتان ار واتنين ار. متوصلين على التوالي مع بطارية قواتها الدفعة كهربية اتناشر ومهملة المقاومة الداخلية. تمر بالبطارية طيار شدته اتنين امبير. اعاوز قيمة الار. طيب عندك وعندك 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 الداخلية بتساوي زيرو وعاوز كل دول موجودين في القانون قم للدائر المولاقة على زياد الار. طيب تعال انا عوض احنا عاوزين من الار دي. فالار الداخلية مهملة فهتشيلها. يبقى عندك الار بتساوي على الاي. البي اتناشر. على الاي. الاي اللي هي اتنين يدي لك ستة. بس مين الستة? المقاومة الكلية. اللي هم تلاتة ار لانها توالي. فالستة دي بتساوي اتنين ار وار تلاتة ار. يعني بقى الار بتساوي كم? اتنين اوم. طيب شدة الطيار المرة في البطارية عندما توصل المقاومتان على التوازي. يعني لو متوصلين على التوازي اتنين ار وار. هنعمل ايه? هتساوي الستة اللي هي المقاومة الكلية بالمقاومتين ار واتنين ار توازي. طب هما توازي يعني ايه? يعني حصل ضربهم اتنين في ار في ار يعني اتنين ار تربيع على جمعهم تلاتة ار. يعني ستة بتساوي اتنين ار على تلاتة. مع ار من اللي تحت يتبقى لك ار فوق والاتنين على التلاتة. طب يبقى الار بتساوي كم? الاتنين على التلاتة جنب الار وديها الطرف التاني تلاتة على اتنين. يبقى تلاتة على اتنين مضروبة في الستة. يدي لك تسعة. يدينا تسعة اوم. دي كده المقاومة. احنا كده عملنا ايه? احنا كده اغضطنا غلطة. احنا كده حسبنا حية تانية. طيب اللي هو طلبه شدة الطيار. يعني هو عاوز في حالة تانية. الكوة الدفعة العربية زي ما هي على الار الكلية. طيب الار الكلية هنا بكم? احنا عرفنا ان الار بتساوي اتنين. يعني هنا في مقاومة اتنين وفي مقاومة اربعة. طيب يبقى المقاومة الكلية بتاعت اللي اتنين والاربعة بتساوي كم? مقاومتين توازي اتنين واربعة يبقى اتنين في اربعة على اتنين زائد اربعة. يعني تمانية على ستة. يعني واحد وتلاتة من عشرة تقريبا. تمانية على ستة. واحد وتلاتة من عشرة. يبقى تقسم اتناشر على واحد وتلاتة من عشرة. ونشوف الطيارة هيطلع بكام? اتناشر على واحد وتلاتة من عشرة يطلع تسعة. يبقى الطيار في الحالة التانية بقى تسعة. طب هل دي اجابة منطقية? ايوة. لان كانت المقاومة توالي يعني مقاومة كبيرة. خليناها توازي يعني قلت فالطيار هيزيد بدل ما كانت اتنين بقى تسعة. بعد كده المسألة رقم سبعة. عمود قواته الدفع الكهربية واحد ونص. قص لطرفها بمقاومة نص فكان شدة الطيار في الدائرة اتنين امبير. يعني الار بنص يبقى الاي باتنين. يعني عندنا الاي والار والبي بي. ده جزء كده. وعندما استبدلت هزي المقاومة بسلك مقاومة منتظم المقطع طوله وكتره وطياره. احسب التوصلية الكهربية للسلك. طيب هنعمل ايه بال او هنستخد ايه بالمعطى الاولاني وايه علاقته بالمعطى التاني عشان تبقى مركز. اول ما تشوف المسألة وقال لك هو البطارية ما قال لكش لها مقاومة داخلية ولا لأ. طيب انت هتعرف منين? هتعرف انك المفروض شدة الطيار بتساوي على الار. ايه اسم كده الواحد ونص. على النص يدي لك تلاتة. هل الطيار تلاتة? لأ. ليه? لان في مقاومة داخلية. طيب هتجيب المقاومة الداخلية منين? من قانون امني الدوائر المغلقة. طيب المفروض الاي بتساوي على زائد الاي عوض او هتطلع الار بفوق ونزل الاي تحت. يعني عندك الار زائد الار بتساوي على الاي. يعني الار سمول عشان تتاهل على نفسك الحل بتساوي الفي بي على الاي ناقص الار. يعني الفي بي واحد ونص على اي اللي هي اتنين ناقص الار كابتل اللي هي نص. واحد ونص على الاتنين يعني خمسة وسبعين من مية. ناقص نص يديك ربعة. خمسة وعشرين من مية. قوم ده كده مين المقاومة الداخلية. مقاومة الداخلية كده جبناها. طيب عندك مقاومة داخلية. قوة دفع كهربية. سيبك بقى انت من الاي والار دول خلاص ما علومش لازمة غير ان احنا جبنا بهم المقاومة الداخلية. يبقى نشتغل فيه في الجزء التاني والار سمول. طيب. شلنا بقى المقاومة دي. فبالتالي الطير بتاعها هيروح. نستبدلها بسلك مقاومة منتظم المقطع طوله. يعني عندك ل وعندك ار. وعندك اي. فبالتالي هتعرف تجيب المقاومة واما هتجيب المقاومة تعرف تجيب التوصلية الكهربائية. طيب هتجيب المقاومة منين? عندك الفي بي وعندك الاي وعندك الار سمول تعرف تجيب الار. طيب الار هتساوي ايه? هاتمن القانون ده برضو ودي الار النحية التانية. بقى عندك الفي بي على الاي ناقص الار سمول. الفي بي واحد ونص على الاي هنا واحد واتنين من عشرة ناقص الار سمول اللي هي ربع يدينا المقاومة كلية تساوي هتطلع بتساوي واحد. طيب المقاومة بتساوي ايه? رو اي. طيب الرو دي مين? مقلوب التوصلية الكهربائية. يعني خليها بتساوي واحد على سجما. رو ايه ال على ايه? طيب خليها تاني كده بتساوي ال على سجما الايه? بتساوي باي ار تربيع. ال ال عندك والار عندك. والواحد ده موجود يبقى طعف تجيب السجما. طلع السجما هنا يبقى السجما بتساوي. السجما في واحد بسجما يبقى الطرف الشمال في سجما يتبقى لك في الطرف اليمين مين? ال على باي ار تربيع. ال ال بتساوي عشرة سنتيمتر حاولها للمتر يبقى واحد من عشرة متر. معتي في فوق حاجة نقسم بقى تحت على تلاتة واربعتشر من مية اتنين وعشرين على سبعة او تكتبها باي اللي في الالة. نص القطر ما نعرفش هو جايب القطر يبقى نصه. القطر اتنين يبقى نصه واحد. ملي متر يعني عشرة اوس سالب تلاتة. تربيع يبقى عشرة اوس سالب ستة. يبقى تدرب تحت في عشرة اوس سالب ستة. يطلع لك كام? هيطلع نفس الرقم اللي في الاجابة واحد وتلاتين عربعة وتمانين في عشرة اوس تلاتة. وياريت محدش ينسى الرقم ياخد اول رقمين وينسى باقي. واحد وتلاتين واربعة وتمانين او خمسة وتمانين. وفي الاخر عشرة اوس تلاتة. ووحدة التواصلية الكهربية او مينس ون متر مينس ون. مسألة اللي بعد كده رقم تمانية. ازا كانت الكوات دفعة الكهربية لبطارية هي عشرة وستة من عشرة فولت. وعندما اوصل لقطبها بسلك طويل مر بها طيار اي تساوي واحد انبير. وهبط فرق الجهد بين القطبين الى مين ده بقى اللي احنا عاوزين نعرفه. معناها ان هو كانت قوة دفعة كهربية الوحيدة هكده عشرة وستة. لما مررنا طيار بحصل فقد في الجهد. اللي هو مقداره كام ما نعرفش. بس وصل لي تمانية اربعة تمانية واربعين. يعني ده فرق الجهد بين اطرفها البطارية بعد مرور الطيار الكهربية. يعني ده المقدار اللي هو قوة دفعة كهربية ناقص الهبوط في الجهد. طيب احسب مقاومة السلك وكذلك المقاومة الداخلية طيب هنجيبها ابنين دي قوة دفعة كهربية. قالت للنقدار ده بسبب الهبوط في الجهد. فبالتالي الهبوط في الجهد على بعضه اللي هو الاي ار بيساوي هاتي الاي ار هنا ودي الفي هنا يديك الفي ناقص الفي يعني عشرة وستة من عشرة ناقص اربعة تمانية واربعين. هيساوي عشرة ناقص الربعة. دي تمانية تمانية واربعين. عشرة ناقص تمانية اتنين. وستة ناقص تمانية واربعين يدينا. اتنين. اتناشر. مين بقى اللي اتناشر الاي ار? الاي بي كم? بواحد. يعني الكلام ده بيساوي الار. في واحد بار. يبقى الار سمول بتساوي اتنين واتناشر من مية. طيب الخارجية هنجيبها منين? نفس القانون اللي حالين بيه المسألة اللي فوق. الار بتساوي الفي بي على الاي ناقص الار. عشرة وستة. على الاي بواحد. ناقص الار اتنين واتناشر. هتساوي عشرة وستة ناقص اتنين واتناشر عكس اللي فوق تديننا تمانية. تمانية واربعين من مية. قوم دي كده المقاومة مطلوبة. با كده حسابنا المقاومة الداخلية والمقاومة الخارجية بتاع السلك. رقم تسعة. جاي بشكل بيقول المقاومة الكلية. اول ما انبصوا كده هتلاقي ان دي عشرة وخمسة توالي مع بعض دي خمستاشر. هتلاقي ان ما بين النقطة دي والنقطة دي مقاومةين توازي خمستاشر وخمستاشر بقى سبعة ونص. الفرع ده كله من اول هنا لقيت هنا. نفس الحكاية هنا تلاتة وسبعة عشرة. عشرة وعشرة. ما بين النقطة دي خمسة وسبعة ونص يدي لك اتناشر ونص اوم. طيب هي مسألة بنكتب الخطوات ازاي يا مستر? هتكتب ان الار خمسة والار عشرة توالي بخمستاشر. المقاومة خمستاشر. بالمقاومة خمستاشر توازي. يعني مسلا اهو عشرة وي خمسة توالي بتساوي خمستاشر. بعدها الار خمستاشر وي خمستاشر توازي تساوي سبعة ونص. وهكزا لايت اما توصل للار الكلية بتساوي خمسة زائد سبعة ونص يديك اتناشر ونص اوم. طيب شدة الطيار الكلي قانون اوم لدوائر المغلقة طالما فيه مقامة داخلية. يستحسن او لازم تكتب القانون اول بعد كده اتعوض. البطارية سبعة وعشرين. على الار الخارجية اللي احنا حاسبينها اتناشر ونص زائد الار الداخلية واحد. سبعة وعشرين على تلاتاشر ونص هيدي لك اتنين امبير. فرق الجهد بين البي والسي والبي. فرق الجهد ده. بيساوي ايه? اسهل حاجة لك. المجموعة دي كده على بعضها. مقاومتها انت عارف ان هي سبعة ونص. الخمسة اشرة والخمسة اشرة توازي بسبعة ونص. بانت عارف المقاومة الكلية. والطيار الكل اللي جاي لها هو الطيار الكل. فبالتالي فرق الجهد ما بين البي سي هو الاي ار. الاي بتاعتها الاي الكلية بتاع دايرة في السبعة ونص اللي هي المقاومة الكلية بتاع المجموعة بتساوي خمستاشر فولت. لان احنا قلنا في توصيل التوازي فرق الجهد على الفرق هو نفس الجهد الفرق التاني التوازي هو الجهد اللي على المجموعة كلها. يعني طيار فرق في مقاومة فرق. طيار فرق في مقاومة فرق او طيار كل المجموعة في المقاومة كلية للمجموعة. فالاسهل ان احنا نعمل الخطوة التانية لان احنا عارفين الطيار كلي. وعارفين المقاومة كلية بتاع المجموعة فما نزاودش على نفسنا خطوات. اما المسألة الرقم عشرة فها موجودة معنا في دليل التقويم. بعد كده المسألة على رقم حداشر. جاي بدايرة كهربية وعاوز شدة الطيار الكلي مر بالدايرة. عندنا قوة دفعة كهربية ومقاومة داخلية ومقاومات. دي بتعتبر مسألة فصل ثاني عادي بتحسب المقاومة كلية. مقاومة عشرة ومقاومة عشرة توازي. لان ما فيش ما بينهم حاجة والطرف دا والطرف دا والطرف دا والطرف دا ومفيش بينهم اي حاجة ثانية فدول عشرة عشرة توازي هتشيلهم. يعني هشيل الفارد دا كده. وخلي دي خمسة اوم. هيتبقى لكك هنا خمسة اوم مع خمسة اوم توالي. انت خلاش شيلت الجزء ده. فالخمسة مع الخمسة توالي. عشان محدش أولي دي نقطة تقاطع. وخلاص انت شيلت دول وسبت مقاومة واحدة. pakai الخمسة اوم مع الخمسة اوم يتبقلنا عشرة اوم توالي. شيل بقى الكنين دول مع بعض وحط مكانهم كده مقاومة عشرة اوم. يتبقى لك عشرة اوم وعشرة اوم. يديك خمسة اوم توازي. الشل الفرق اللي تحت يتبقى لك دي خمسة. يبقى دي خمسة ودي تسعة يدي لك اربعتاشر اوم. يبقى كده المقاومة الكلية بتساوي اربعتاشر اوم. طيب انت عاوش يديد الطائر الكلي? اقسم الكوات دفعة كهربية على المقاومة الخارجية زائد الداخلية. يعني الخمستاشر يقسمها على اربعتاشر زائد الواحد يدي لك واحد امبير ده شدة الطيار الكلي. اما شدة الطيار المر بقى في المقاومة خمسة. المقاومة خمسة اللي هي المقاومة دي. طيب عشان تعرف الطيار اللي بيمر في المقاومة تفرع لازم تشوف يتفرع من اوله الاخر. يعني الطيار بيجي يتفرع من هنا. بيخرج من هنا بيجي عنده النقطة دي كده ويتفرع. فرع للمقاومة دي. وفرع للمجموعة الباقية. طب المجموعة الباقية عبارة عن ايه? دول كلهم كده على بعض. هشوف كده دول كلهم على بعض بيساووا ايه? العشرة والخم و العشرة دول قلنا خمسة. والخمسة والخمسة دول التوالي بعشرة. يبقى عند النقطة دي فعندك فرع في عشرة وفي فرع في عشرة. يبقى الطيار اللي جاي هنا بيساوي الطيار اللي جاي هنا. يعني الواحد انبير ده يتقسم بالنص. طيب هنجيبها منين? هتقول ان الطيارب اللي هو واحد امبير في المقاومة الكلية بتاع الدايرة بيساوي او مش بقى في المقاومة الكلية بتاع الدايرة احنا هنا هناخدها فرق فرق يعني الطيار اللي هو جاي هنا واحد امبير داخل مجموعة مقاومات محصلتها كام اللي احنا قلنا عليهم عشرة عشرة خمسة يبقى عندك واحد في خمسة من الواحد الطيار الكل اللي داخل مجموعة من مقاومات محصلتها خمسة هم بتساوي طيار الفرع ده اللي احنا عاوزينه في مقاومات الفرع مقاومة خمسة ومقاومة خمسة من الخمسة دي اللي هي العشرة والعشرة دول لما شناهم وحطونا ما كانهم مقاومة خمسة الخمسة والخمسة دول توالي فهيمشي فيهم نفس الطيار بس لما تيجي تكتب طيار في مقاومة بقى طيار في مقاومة الفرع اللي هم عشرة في بل اي في عشرة. طب انت عاوز اي بس يبقى تقسم على العشرة هنا وهنا يديك خمسة على العشرة يعني يديك نص امبير ده شدة الطيار في المقاومة خمسة. القدرة المفقودة في المقاومة تسعة مقاومة تسعة توالي مع البطارية يبقى ماشي فيها الطيار بتاع البطارية اللي هو واحد امبير. طب يعني ايه القدرة المفقودة? يعني اي تربيع ار. الاي بواحد والتربيع والار بتسعة يبقى واحد في تسعة بتسعة والقدرة بالوط. بعد كده كمية الحرارة المتولدة خلال دقيقتين في المقاومة تسعة. يعني كمية حرارة يعني الطاقة. يعني الطاقة يعني الشغل. طب القانون بتاعها ايه? الطاقة بتساوي القدرة في الزمن. الباور في التين. الباور انت هسيبها بتسعة. في الزمن دقيقتين يعني ستين يعني مية وعشرين ثانية. تسعتاشر في مية وعشرين يدينا كام? نحسبها تسعتاشر. او تسعة في مية وعشرين. ساوي الف وتمانين صح? الف وتمانين. والطاقة بوحدة الجول. مسألة رقم اتنشر. برضو في دايرة وعاوي شدة الطائر المر في المقاومة تلاتة. طيار فرع. طب عندنا ايه طيارات? لأ. طبع نجيب الطيار منين? عندنا قوة دفعة كهربية او مقاومة داخلية او مجموعة مقاومات. احسن مقاومة كلية. عوض في قانون قوم للدوائر المغلقة. المفروض انت قبل ما تحل في المسألة بترتب كده ايه المعطيات? وايه المطلوب? تبقاش ماشي بالنظام واحد لانه ما ينفعش في الفيزياء النظام تمشي بيه في كل المسائل. الا بفهمك. تبقى انت فاهم ايه اللي عندك وايه المطلوب? تعرف تعوض في قوانين مين? وبعد كده هتحل. فهنا عندنا قلنا اول حطوة نحسب المقاومة الكلية. مقاومة كلية تساوي كام? دول تلات في مقاومات توازي. تلات مقاومات توازي قلنا ممكن تاخد التلات مقاومات دول توازي مع بعض. ممكن تاخد اتنين باتنين او تلاتة مع بعض بطريقة سهلة. فهنا ممكن ناخد الستة والتلاتة دول توازي زي ما احنا متعودين في الفصل الثاني خلاص. ستة وتلاتة توازي باتنين. بعد كده الاتنين مع الاتنين توازي بواحد. يبقى المجموعة دي كلها على بعضها واحد اوم واحد اوم ده توالي مع السبع يضيك تمانية من النقطة دي للنقطة دي الفرق ده كله تمانية والفرق لتحت ده كله تمانية يبقى فوق تمانية وتحت تمانية توازي يضينا كام؟ اربعة يبقى من اول هنا لويات هنا اربعة شيلهم كده كلهم وحط اربعة مكانهم يتبقى لك بقية الدائرة الاربعة والخمسة يعني تسعة ونقومة كلها تسعة اوم كده اول حاجة تاني حاجة نخش على الطيار الكلي كوة دفعة كهربية مئة وعشرين على مقاومة كلية تسعة زائد مقاومة داخلية واحد يبقى مئة وعشرين على عشرة يعني اتناشر امبير ده الطائر الكل اللي طالع من البطارية طائر الكل اللي طالع من البطارية لما يجي للنقطة دي هيلاقي في فرع فوق تمانية اوم وفرع تحت تمانية اوم يتقسم بالنص يعني هنا ستة امبير وهنا ستة امبيرпри ستة امبير هتيجي تطلع هنا هتتوزع على الثلات مقاومات دول بازاي بقانون التوازي يعني ايه قانون التوازي يعني فرق الجهد الكل على المجموعة بيساوي فرق جهد الفرق اللي احنا عايزينه فرق الجهد الكل على المجموعة بيساوي ايه طيار المجموعة اللي هو ستة في مقاومة المجموعة كلها على بعضها اللي احنا كنا حسبناها بواحد اللي هما ستة وتلاتة باتنين واتنين باتنين بواحد لان كل دول توازي هيساوي طيار الفرق اللي احنا عايزينه في مقاومة الفرق اللي هي تلاتة. يبقى بالتالي انت تحسب الاي بتساوي ستة على تلاتة تدينا كام? ستة على تلاتة تدينا اتنين امبير. هو كاتبها اتنين من عشرة. ليه اتنين من عشرة? من يعرفش ليه اتنين من عشرة بس هي كده الحل بتاعنا صح? نكمل كده شدة طائرة في المقاومة تلاتة اوم. عايز فرق الجهد بين اطرافيا المقاومة تمانية. فرق الجهد بين اطرافيا المقاومة تمانية اللي هو ده. طيب فرق الجهد بين اطرافيا المقاومة تمانية بيساوي الطيار في المقاومة. الطيار اللي جاي في المقاومة تمانية ستة امبير. في مقدار المقاومة تمانية يبقى ديك تمانية واربعين. هو برضو انطلعها اربعة تمانية وان عشرة في فرق عندنا. آآ في صفر من عشرة وجاي منين. طيب مطلوب التالت فرق الجهد بين اطرافيا البطارية. فرق جهد بين اترافية البطارية ناقص اي ار. مية وعشرين ناقص اتناشر الكلية في المقاومة الداخلية بواحد يعني مية وعشرين ناقص اتناشر يدينا مية وتمانية. الواحد العلامة من عشرة دي ممكن يكون ده مفروض اتناشر فولت تقريبا. او الله وعالمين. بعد كده مسألة رقم تلاتاشر جايب اربع مقاومات متوصلين تولي. اه بعد كده بيقول الرسم ده نقطتين مين في الاربعة دول. يجب توصيل البطارية بينهما ليمر طيار متساوي في جميع المقاومات. عشان يمر طيار متساوي اولا انت توصل ازاي? لازم يكون الطرفين يعني اللي ما بين النقطتين مقاومات متساوية. فانت هتوقع التجرب. ممكن تجيبها بمجرد النظر. ازاي? هتلاقي ان هنا اشرين وتلاتين خمسين وهنا عشرة واربعين خمسين. يبقى لو انت وصلت الطرف بي مع الطرف دي. يبقى كده دول فرعين توازي خمسين وخمسين. يبقى كده الطيار هيدخل بالتساوي لانه هيتوزع بالنص على الطرفين. فالطيار اللي هيمشي في المقاومة دي هو اللي هيمشي في المقاومة دي لانهم توالي. واللي هيمشي في دي هيمشي في دي لانهم توالي. واللي هيمشي في الاتنين دول مع بعض هو اللي يمشي مع الاتنين دول مع بعض لانهم توازي متساويين. تمام كده? اللي ما يفهمش حاجة بيعيد الحاجة دي تاني عشان ما عودش عيد بس الحاجة الا لو في حاجة ممكن اقولها الطريقة مختلفة تسهلها. اما لو نفس الحل فانت رجع الفيديو وشوفه تاني. طيب احسب القوة دفع كاربية للبطارية. علما بان شدة الطائر المر في كل مقاومة خمسة وعشرين من مية امبير. يعني هي الطائر ماشي في كل مقاومة. يعني الطائر اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا طب ازاي? يعني الفرع ده جاي له خمسة وعشرين من مية امبير. والفرع ده جاي له خمسة وعشرين من مية امبير. يعني كده كان الطيار الكل اللي داخل كان نص امبير. ده الطيار الكلي. يبقى كده ده عندنا الاي كلية المعطيات اللي عندنا الاي كلية بتساوي نص امبير. والمعطى التاني المقاومة الداخلية البطارية الار بتساوي واحد اوم. ده كده المقاومة الداخلية وشدة الطيار. هو عاوز مين? الكوات دفعة كهربية. نايسنا مين? المقاومة كلية. مقاومة كلية نجيب ها ازاي? قلنا دي خمسين ودي خمسين اللي اتنين مع بعض توازي يعني نص الخمسين يديه خمسة وعشرين. قوم دي المقاومة الخارجية. وبالتالي الكوات دفعة كهربية بتساوي في زائد يعني نص في الخارجية خمسة وعشرين زائد الداخلية. واحد يبقى نص في ستة وعشرين يدينا تلاتاشر فولت. بعد كده المسألة الرقام الربعتاشر بيقول في دائرة نوضحها بالشكل. احسب المقاومة المكافأة وكزلك قرية الاميتر. المقاومة المكافأة للشكل. هنجيبها ازاي? اول حاجة هتلاقي اولا مش هتلاقي اولا مقاومة تولي مع بعضها. فبالتالي هنشوف هي مقاومات توازي ورداء. هتلاقي ان النقطة دي هي النقطة دي ما فيش حاجة فضموهم على بعض كده. هتلاقي ان الستة والستة دول مع بعض توازي. فانت هتشيل الستة والستة دول مع بعض. ستة وستة توازي بتلاتة. بتقسم طبعا ما متساويين بتقسم عن عددهم اللي هو اتنين. فستة على الاتنين يدينا تلاتة. شيل التلاتة دول. وحط مكانهم او شيل الستة والستة وحط مكانهم تلاتة. بس ازاي? المفروض الاتنين دول طرف واحد. فالطرف بتاع اللي جاي من البطاريات ده هيكون مع المقاومة هيكون هنا. يعني الطرف ده هيكون كده. الطرف ده اهو. وسيب بقى انت المقاومة دي خالص. المقاومة اللي تحت دي مش موجودة. وتعتبر ان المقاومة ستة دي بمقاومة تلاتة. يعني لو رسمناها تاني هيبقى عندك السلك اللي جاي من البطارية طالع فوق كده. هيتقسم جزئين. جزء للمقاومة اتنين. والجزء اللي تحت ده مقاومة تلاتة. بعد كده المقاومة واحد. وكمل بقى بقية الرسمة. طيب بس اللي عملنا هنا برضو نعمله هنا عشان قبل ما نكمل بقية الرسمة. الاربعة دي مع الاربعة دي بس النقطة دي هتطلعها الفوق شوية كده. النقطة دي هتطلعها الفوق شوية. فالرسمة بقى انت الجزء بتاع البطاريات سيبنا منه الوقتي. وهنطلع لفوق البطارية هتبقى متوصلها هنا. والمقاومة دي اللي هتشير الاربعة والاربعة وتحط مكانهم اتنين. وتكمل بقية الرسمة. ده كده اللي احنا عملناه. طيب بقية الرسمة ايه? النقطة دي والنقطة دي هتلاقي فوق فرع توازي وتحت فرع توازي. فوق اتنين واتنين اربعة. تحت تلاتة واحد اربعة. يبقى الفرع ده اربعة. والفرع ده اربعة. والاربعة والاربعة دول التوازي يعني دينا اتنين. فبالتالي كده المقاومة الكلية اتنين اوم. طيب هو عاوز شدة الطيار. شدة الطيارة تسوي ايه? لاحز ان عندك بطارية اين? بطارية اتنشر وبطارية اتنين. فتجمع او مش هتجمع هتعمل الكبيرة زي اتنشر ناقص الصغيرة اللي هي اتنين على المقاومة الكلية. المقاومة كلية ما فيش المقاومة اللي احنا حسبينها ما فيش مقاومات داخلية فهتقسم على اتنين. اتنشر ناقص اتنين عشرة على اتنين يعني بتساوي خمسة امبير شدة الطيار بتاع المسألة.